هنتكلم عن فوائد الضحك وكل حاجة لكن لو أنا خاني أتكلم لو أنا متضايقة هل ينفع أو هل أن أنا أحاول أضحك نفسي أو أبسط نفسي أو أضحك بالعافية وأنا متضايقة دا ينعكس في الآخر علي وفي الآخر أبقى حد مبسوط أو الاكتئاب دا يروح مني ينفع في حكس معك كده يعني؟ أه طبعا صحيح جدا لأن إحنا دايماً بندل الحزن حقه قوي بس أنت ما بتديش مساحة أن الآخر يغيرلك أو يعدلك فمودك أو أنت ذاتياً تبقي عايزة تخرجي من الحالة اللي أنت فيها فبمجرد مثلاً لما بترسمي بتسامع على وجهك تخيلي إحنا يعني في التقرير بيقولوا 80 عضلة في الجسم بتبدأ أن هي تنشط وتتحرك مع الضحك أنت المسؤول عن الضحك 34 عضلة جوه الوجه بتتغير فما بالك بقى أن أنا ببدي إشارة عصبية حسية للمخ أن أنا بتحك فحتى لو أنا مت دايقة فبيبدأ المخ يفهم أن أنا دلوقتي حصل حاجة كي تسبب في ساعاتي وانبساطي فبيبدأ المود والسعادة تحل عليك كده حتى لو في حواليك ظروف يعني مناغصة ضغوط حياتية فعشان كده بنقول أن إحنا ما ناخدش الحياة على محمل الجد لأن بأضعف وأقل الحاجات إحنا ممكن نسبب لنفسنا السعادة لو إحنا وغدين القرار ده وإحنا عايزين نحقق السعادة لنفسنا طب الناس اللي في العزة غير الناس اللي في المسرح صحيح الناس اللي في العزة متأثرين بالأجواء لو أنت داخل عايز تضحك حتلاقي الناس سكتة فبشكل لا إراضي حتلاقي نفسك بتحزن صحيح ولو مش بتحزن حتسكت ولو أنت داخل سينما أو مسرح الناس بتضحك فأنت أقل حاجة حتدحكك ده تفسيره إيه؟ خلينا نقول بس نقطة هنا تصحيح حتى عشان كان فيه حالة وفاة لنجمة مشهورة وكده وكانوا بيلوموا عليها وحتى كان فيه نجمة مشهور أنه كان بيتحك ويبتسم في العزة الفكرة كلها أن أنا في حالة الحزن الشديدة أنا بيبقى غصبا عني محتاج أن أنا خرج نفسي من الحالة اللي أنا فيها لأن فيه أوقات العقل نفسه ما بيستحملش كم الحزن اللي أنت موجود فيه فبتلاقي أن أقل الحاجات أن أنا ممكن تدحكني حتى لو هي ممكن على حس الناس اللي حواليها مش بتدحك لو كثير عادي بيبقى عندهم حالة رفض للواقع صحيح أنا بيبقى فيه لسه عندي صدمة الوفاء أن أنا مش متقبل وإنكار حالة من إنكار فبالتالي أنا بستخدم الضحك كمهدق للتوتر والحالة النفسية اللي أنا ببقى عايش فيها وهي مسببها لي دلوقتي الحالة اللي أنا موجود فيها زي وفات أحد العزاء على قلبي صدمة شديدة جدا العقل رفضها فبيبدأ أنه يخرج نفسه بطريقة لاشعورية عشان يبدأ أنه يهدى ويبدأ أنه يتحكم ويعمل كنترول تاني على الجسم تمام؟ فدي طبعا بالنسبة لي أنا أهم حاجة وحتى الأطفال بتستخدمها لما بيلاقي أن فيه زعيق حواليه والأب والأم بدأوا أن هم بيزعقوا وبيهددوا بالعقاب ومش عفقة بتلاقي الطفل بيدحك طب إنت بتدحك على إيه؟ إنت هتشليني إنت بتدحك على إيه؟ من كترة ضغط النفسي والتوتر فبدأ الطفل هو عايز يهدى هو عايز يهدى فبيبدأ أنه يدحك وبتلاقي نفسك أنت فقط السيطرة على أعصابك وبتدحك على ضحكه لأنه هو بيدي لك رسيل من خلالها اللي هو الحياة أبسط من كده الحياة مش محتملة لضغط النفسي يعني ضغطك ترافع وعمل تزع مش عارف إيه أنا شايف أن المشكلة بسيطة يمكن الأطفال بتبقى دايماً شايفة الحياة من منظور حرفياً برغم أنه هو فطري ولا يشوبه شائبة ناحية أنه إحنا بنضخم أو بنبقلق في المشاكل لأنهما شايفينها بواقعية يعني المشكلة هتعدي فبالتالي المشكلة تعدي وأنا مسيطرة على نفسي ويعني جسمي في صحة النفسية وجسدية ولا المشكلة تكبر وإنت لقدر الله يحصل لك أي مشاكل تانية طبعاً طبعاً أنت بتبدأ أن أنت تشتغل على عضلة القلب في النية تزيد سرعتها فمع زيادة سرعة عضلة القلب بيبدأ أن الجسم يحرق فبتنزل في الوزن تمام؟ وفي عكس يعني عكس كده الناس اللي بيبقى عندها الطرابات أو شرح ناحية الأكل يقول لك إيه أنا لما بحس أن أنا مبسوط ببعايز أكل وحرق في سكر كتير لأ هو كده أنت محتاج أن أنت تزبط الجزء ده لأن هنا فيه الطراب المبسوط واللي بيدحك بيستمتع بكل التفاصيل حوالي ما بيدخلش نفسه في أنه يأكل كتير فابدأ أن أنا أزيد في الوزن والناس اللي عكس كده الناس اللي تقول لك إيه أنا لما بتبقى حالتي النفسية سيئة ببقى عايز أكل كتير جداً أوكي وحتى لو المشكلة تحلت بلاقي نفسي أن أنا مستمرة في الأكل